السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال بيقول هو انا لما بطلع المشروع من الريفت و بيكون في روم بلا في نفس ووركس عمل مربعات مخفية في نفس ووركس و بيطلعوا لنواك ليش طيب الموضوع ده ممكن نحله من حتتين لما من الريفت لما من نفس ووركس اكيد مش نحله في الاسكاتش ابو ولا نحله في الموضوع اخوة مفيش غير الريفت والنفس ووركس في كل موضوع دلوقتي طيب في الريفت ممكن نجي هنا و انا بصدر هاقول له ناس ووركس سيتنج و ندخل على الخاصية اللي اكسبورت روم جيومتري هل انت عايز تصدر روم جيومتري ولا طيب تعال نبص كده دي خلاص احنا عارفنا كده تشيل علامة من دي خلاص امشكات حالك طيب تعال نشوف الخاصات اللي هنا هنا بيقول لكم عايز امو لا لا التفاصيل الصغيرة دي طيب حسب انت حكت المشروع بتاعك عايز تبقى في التفاصيل مجدولة غالبا اه convert element parameter غالبا نقول convert element properties is light هال انت محتاج لناه لا لا كل اختارات دي بتم حسب المشروع وبتختلف من مشروع المشروع مثلا انا مش محتاجها في نفس فوركس فبشيلها انا مش نوع من render مثلا convert link cad format انت محتاج الاتقاط ولا لا غالبا بشيلها الا لو انا الكاد ده انا مش هعمله موديل الكاد ده في معنوات اضافية فبخليها convert room as attribute الخصص فعادها convert url الكوردينيشن هل انت عايزة تبا شير ده ولا بروشيكت انترنال ديفايد فايل انتو ليفيل هيبدأ يقسم المعرفة اللي فيلياتو دي كويسة اكسبورت هل المشروع كله ولا كورنت فيو ولا الحاجات المحددة سيليبشن طيب لو انا مثلا خليتها ومحتاج ان انا اعملها في النفس وركس فهفتح النفس وركس ده طبعا مشروع اخر عندي هنا الاجزاء هي كلها طيب والكلاش اتكشن بقى هقول له نيو كلاش او استورد كلاشات موجودة طيب الخطأ الكبير للناس طوع فيه هو انه هو يقول لي architecture vs structure غلق كبير جدا ليه لانه هيخد عطل في باطل تمام فهتلاقي الروم داخل معك ازا طب ايه الافضل يعني دي غلق جدا تمام ديش صح اللي اصح ان انا ببص على البروبرتس وابدأ اشوف اخلي حاجة مع حاجة ست مع حاجة يعني بعمل ست اكتر من ست وابدأ اسم منه الست اللي هي بديجي من منش ست ونبدو من النظر نتخلي واحد مثلا البايب البايب مع الدكتوت او البايب مع الالكتريكال كيبر تري يعني خليني اورها لك على سبيل المثال دي فانا مزيت لحاجة محترم وحاجة نضيفة امورت كلاش تست انا عامل حاجات خاصة في اخر مشروع الشغل في طبعا بتطور كل شوية بس انا مش هاجة اسم من المشروع يطلع اهو تمام اركتيكش اند استركشور ده هيطلع غلطات كتيرة هنا الدرينيش مع الدرينيش فيه كتير خلي باقي وعمل ايه دخل على الام اي بي واختار هنا ومع هنا مع ان المشروع ده انا مكنتش مزبطة في الاول لما فتحنا ست دي كانت فاضية بس انا خلاص زبطتها في الميروس بتاعي يعني عملتها مرة واحدة وبعد كده اخترتها من هنا انا قلتلك سبورة كلاش تيست وواحدة واحدة تمام هتلاقي التيست كتير قوي مع ان انا ممكن اختصرهم بس هنا كده البيت ده مع الالكتر كل ده تمام ده هنا فاير فايتنج سبرينكلر مع سبرينكلر هتأكد انا فيش اثنين خلطين في بعض اتشباك مع بايب وهكذا فهتقول له رن تيست تمام يبدأ يضحص ويشوف اذا كان في فعلا مشاكل او لا انا بعمل قضية قول كده للمعالمات كلها فتبدأ تطلع لي التقارير بالشكل دوت اللي خلي بقىك ان في بعض الحاجات ما تعتبرش كلاش يعني مثلا لو فيه كلاش مبينين مثلا باب مع حيطة ما تعتبرش كلاش وهكذا فهو اللي صح ان انت هتقسم لو انت قسمت كده هتتجنب ان هو يشوف الروم مشكلة مع مشكلة فلما تقول له مثلا نعايز الباب مع مثلا الاعمدة تبدأ تظهر معك وتبدأ انت تختار انواع الكليشيات اللي انت محتاجها اشتركوا في القناة